امتى اعرف ان انا واجب الوقت علي ان انا ادخل واقتحم السوشيال ميديا وما يبقاش من الخزلين ان انا اسيب يعني زي مكاني ان انا ببلغ عن سيدنا النبي ولو ايا يعني سيدنا النبي قال بلغوا عني ولو ايا فهل واجب الوقت ان انا اقتحم وادخل وانشر الحاجات اللي انا بتعلمها ولا الافضل ليه ان انا يعني انجو بنفسي وما شاركش مسألة القيام بالواجبات او الاعتزال عن الخلق والانكفاف على النفس مسألة نسبية تختلف من شخص لشخص مدومت قادر على ان ابلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ايا افعل هذا ولكن اذا فعلت فرأيت انني اتحمل من البلاء ما لا اطيق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لاحدكم ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل احدنا نفسه يا رسول الله قال يكلفها من البلاء ما لا تطيق ونصح السيدة زينب عليها السلام ام المؤمنين لما وجد عندها حبلا فقال ما هذا قالت استند اليه حينما اتعب فقال فليعبد احدكم ربه طاقته طبقا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فان الله لا يمل حتى تمله فالانسان لا ينبغي ان يكلف نفسه ما لا يطيق ويترك هذا التبليغ لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما اخرجه البستي في العزلة يقول من خالط الناس وصبر على اذاهم خير ممن اعتزل لكن هو ايضا يقول فيما اخرجه البخاري انه سيأتي على الناس زمان خير مال المرء فيه غنيمات يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن ده موجود وده موجود والله سبحانه وتعالى عندما الذي يريد الاعتزال في الجبال هذا محتاج الى كيفية معينة ونفسية معينة وقدرة معينة على تحمل هذا لانه من البلاء الشديد ان يذهب بغنيمات في الجبل هذا امر ليس سهلا لكنه رأى ان هذا اسلم لدينه وكذا الى اخره وهذا لن يؤثر في بقية المجتمع بقية المجتمع شغال كما هو وصابر كما هو ومستطيع ان يسر حياته ويسير حياته كما هو اذا فالمسألة نسبية والمطلوب من الانسان ان لا يكلف نفسه ما لا يطيق طب التفضل يقولي ترجمة نانسي قنقر